طيب ووركينج فروم هوم كلنا بقى ايه بنسمع قصة ووركينج فروم هوم معظم الشركات خلاص الناس بتشتغل ووركينج فروم هوم ووركينج فروم هوم ده عامل ازاي بنشتغل ازاي بيحصل ايه بنلاقي الناس كده فتحة اللابتوب والايباد وكل الموظفين المدير قاعد كده والموظفين كلهم قدامه زي مثلا حتى الصورة بتاعت سيد رئيس الوزراء يا ريت يا جماعة تبقى معينا في اجتمام مجلس الوزراء الاخير او القبل الاخير كان قاعدوا لكل الوزراء قدامه على شاشة الكمبيوتر او الايباد او اللابتوب وبيكلم كل الوزراء ووركينج فروم هوم هل العمل من المنزل في ظل الظروف اللي احنا فيها دي هل برودكتف يعني بصراحة يعني وانت قاعد كده لابس الترينينج سوت وقاعد ويعني مش بقى لابس البدلة واحنا لابسين التالان والكعب العالي يعني وانت قاعد في البيت كده ينفع نشتغل وانا بوجه السؤال ده للمهندس مصطفى بو جامرة خبير تكنولوجيا قال معلومات يا باش مهندس اللي معانا عبر زوم تطبيق زوم والله يطلع كويس تطبيق زوم ده يا مصطفى اه طبعا ممتاز الشركة دي اتزادت في الكام اسبوع اللي فاتوا قيمتها السوقية حوالي اتنين مليار دولار ياه وسط الاسواق وهي بتقع الشركة دي زادت قيمتها كده اه طبعا انت في كل ازمة دايما بيبقى فيه خاسرين وبيبقى فيه كمان فائزين كلمني على working from home العمل من المنزل هل العمل من المنزل اثبت انه more productive ولا اقل انتاجية ولا ايه بالزبط طيب هو نظرية العمل من المنزل working from home بدأت قبل الازمات ديت بالذات للفريلانسرز للworking bombs او اللي عنده اي challenge بيقدر انه هو يقدي خدمات كتيرة جدا وبدأت تبقى فيه منصات بتنظم اليات العمل من المنزل بس طبعا العمل من المنزل يجب ان يكون رقمي يعني بقدر اديه لاما على الكمبيوتر وبعدين بابعت الفايل اللي انا انتاجته او هو ذات نفسه بعمله على الية web based يعني تتنها مفتوحة على الانترنت ودي خلقت اسواق كتيرة جدا ويمكن عندنا شباب كتيرة في مصر فريلانسرز بيشتغلوا في جميع انحاء العالم من خلال بقاهم في البيت وساعات بيكون الفريلانسنج ممكن يكون اربح لبعض المهارات عن غيره لكن طبعا ضروري نقول ان مش كل الشغلانات ينفع ان انا اشتغلها من البيت لكن فيه شغلانات كتيرة جدا كوريدي ممكن اعملها من البيت وهناتكلم عن الادوات لكن انا عايز اقول ان احنا فيه عندنا اقتصاد رقمي الاقتصاد الرقمي دا وتممكن معظم شغله يتم من البيت وهتيجي حتة بيسميها last mile اللي هي الجزئية الاخيرة الجزئية الاخيرة ديت لو انا مثلا بعمل توصيل منتج انا اشتريته اونلاين او او ما شابه ذلك او ان انا بدفع بس ما بدفعش بكريديت كارد ببعث لي حد البيت cash on delivery اديله الفلوس cash طبعا فيه مشاكل في الموضوع دا اولا مميزاته ان انت قاعدة في البيت ما فيش انترابشنز من بقية الزمله لا بس فيه انترابشنز مصطفى لو الناس عندها اطفال لو الناس عندها الحياة في البيت غير الحياة في المكتب في المكتب انت مركز مفيش بقى عيال رايحة جاية وخلي بالك الولاد دلوقتي مش في المدارس فناس رايحة جاية حد بيخبط عليك مش عارفة ادفع الغاز ادفع الكهرباء يعني ووركينج فروم هوم دا ممكن يبقى فيه ديستراكشنز عالية جدا لا 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 انا هقولك تقدر ان انت تحط السماعة على راسك تقعد قدام الكمبيوتر بتاعك وتنعزل عن الفيزيكال وورد اللي عنده تكون جوه جوه الواب تشتغل زي الفلوس فدايما انا بعمل وورك اوفيس فروم هوم لما بيجي حد يبقى طبيعي تشغله هتحتاج الموضوع دا وات بيشوف له ركن معين هادي طبعا احنا ما كناش متعودين على الحكاية ديته يعني كان فيه جزء يعرفها ولكن اغلبية المؤسسات كانت بتحب احنا بعشاريين فكنا بنحب ان احنا نقعد مع بعض والناقش ونشوف بعض ونشوف لكن هي من ناحية الانتاجية هبتدي انتاجية اعلى لان زي ما اقولك مهما كانت الانترابشنز بتاعت البيت اقدر اعزل نفسي لكن في الشغل انت قاعد قدامك مديرك اي مرايح الحمام شافك عايز تطلع تشرب سجارة شافك بتبص في عمية طرع هو زعلان مني يعني واحد صاحبنا جاه إله ملفوفة ففي انترابشنز كده جدا في الشغل انا مجربها لما بدأنا نشتغل في الاسبوعين اللي فات الدولة الانتاجية زادت الانتاجية زادت الانتاجية زادت لان فيه مواعيد احنا ملتزمين بها ان احنا هنخش نتكلم ولما هنخش نتكلم هنتكلم في النقاط 1 2 3 وهناخد التسكات ونطفي كل واحد يذهب إلى لكن يحضرني في الموضوع ده حاجة لطيفة اول لما طلع البيبر اول لما طلع البيبر كان بيخد voice message واحنا بدأنا منركب اجهزة في البيت عشان يجينا voice message يجينا رسالة على التليفون الارضي وانا في ذاك الوقت ركبت واحدة عندي وسافرت امريكا زورت شريف الاجسان صديقي فهو هناك كان بيجي له وإحنا في العربية رسائل بسمحة الرسائل يا أستاذة لميس جاية صوتية بس جاية متنظمة أهلا فلاني فلاني أنا بكلمك بخصوص السبجكت الفلانية عندنا نقطة 1 2 3 4 5 الرسالة واضحة متقلة بشكل واضح الراجل اللي تلقاها فهمها وحيبدأ يشتغل عليه لما احنا بدأنا بقى في حياتنا في مصر إنه هو تركبنا الانسر ماشين كانت الناس تتكلم ألو أيوة ايه ده هو انتم مش موجودين هو آه طيب ألو طب لو انتم موجودين طب ما تروب ونقعد فيه ربع ساعة كده هو لغاية لما بدأنا نتعود عليها وتبقى انتجليتنا فيها لطيفة فهي definitely working from home في الشغل الرقمي منتاز ايه أحسن applications بقى مصطفى في هذا القطار يعني انت تمصح بأي applications أكتر للworking from home علشان حد بيشتغل من البيت طيب هو احنا عندنا احنا عندنا مجموعة من يعني مجميع مختلفة لأهداف مختلفة يعني احنا عندنا صداهم واسع جدا طبعا دلوقتي هم zoom وهانجاوت بتاعت جوجل خاصة انه هانجاوت طلعت ال premium service بتاعتها خلاتها ببلاش لجميع الحال العالم احنا النهاردة بنقدر نستخدم هانجاوت يبقى zoom وهانجاوت زوم وهانجاوت اخر وسيسكو كمان وايه سيسكو لا لا سيسكو بتعمل البنية التحتية سيسكو بتعمل اساسا البنية التحتية بتركب اجهزة في المؤسسات والشركات لكن ما بتركبهاش في البيوت البيوت دايما بتعتمد على slack سلاك دوت بيعمل real time collaboration يعني ممكن نكون شغالين على مشروع واحد شايفين المشروع بكل التسقاط اللي فيه شايفين كل واحده وصل فيه لغاية قد ايه وبنقدر نتناقش فاتحينه كأنه فيسبوك للمشروع بتاعه فيه تريلو برضك تريلو من الادوات اللي من استعمالها والمصرين مصرين بيحبوا slack وzoom وتريلو وهانجاوت طبعا دولة الاربعة الاكثر حلوة السيكو ريتي بقى يا مصطفى الامان يعني احنا خلاص عارفين ان احنا على الكلاود العالم كله بيشارك العالم كله لكن فكرة السيكوريتي انت بتحط شغلك بتقعد بتتكلم في قضايا ممكن تكون فيها سرية لو انت بتقع عندك منقصة لو عندك داخل حاجة لو فيه خصوصية في الشغل الخصوصية دي او السرية في العمل لما بتبقى موجودة on the web وضعها ايه اوكي اوكي ده سؤال عظيم وسؤال مهم جدا وسؤال بيطرح نفسه اظن الحدث كورونا دوت هيغير ما فيهين كتير اوه احب اوضح نقطتين النقطة الاولانية ان الشركات اللي احنا كلمنا عليها هي شركات ذات سمعة طيبة وواسعة الانتشار في العالم فهي عندها من معايير الامان القوية اللي قد تكون اقوى من الانسان ذات نفسه او بعض الشركات الناشئة فالسيكوريتي بتاعتها الى حد كبير عالية جدا يصح طبعا ان يكون فيه بس دوت مش هيكون يعني لا هيكون لحاجة تخضرية يعني هتكون حاجة تسوى اللي يقدر يعمل الهاكنج الرهيب دوت ولكن اللي كانوا بينادوا به الشركات البرامج السحابية كانوا بيقولوا ان السيكوريتي ماجرز اللي احنا حطينها عندنا على الكلاود سورفرز بتاعتنا اقوى بكتير من الديتا سنترز اللي حتى البنوك عاملاها لان انا عندي مليون خط دفاع عمري ما يحصل لي مش هقف عمري ما يحصل لي كهرباء تتقطع عني عمري ما يحصل لي ان فيه تيم عية فمش قادر اكمل الشغلانة لكن ان انا اعمل ديتا سنتر لنفسي مهما كنت اعملها لان تكون فيه نفس قوة حاجة زي امازون او اجور بتاعت بتاعت مايكروسوفت واظن ان بتجربة كورونا ديت برغم ان كانت فيه دول وكان فيه صناعات معينة بترفض تماما ان اتحط برامجها الحساسة على البرامج السحابية حيغيروا رأيهم دلوقتي لان انا النهاردة لو لقدر الله لقدر الله موضوع كورونا ده طول اقدر ان انا اتيح كل شغلي بدل ما بطلب من الناس اللي مسكى الديتا سنتر بتاعتي يروحوا يوميا ويشتغلوا شفتات عشان يتأكدوا من استمرارية العمل في الديتا سنتر بتاعي انا من البيت اقدر اتحكم في كل العمليات بتاعتي دلوقتي لطلبة المفروض منهم ان هم حيشتغلوا اونلاين يذكروا اونلاين هل انت شايف ان هذه تجربة حتنجح يعني فيه موضوع بنك المعرفة فيه جديدة حيتقابلوا مع الاسادزة او المدارسين بتوعهم بابليكيشن معينة انت شايف التجربة دي هتنجح يا مصطفى انا انا والله يعني مش واخد ان انا بحاول انشر ايجابية وكده هو بس انا شايف ان موضوع كورونا دوت عمل لنا شوية تصحيحات وافادات على المستوى العملي والاجتماعي رهيبة جدا انا كنا بنقول دايما ان مشاكل مصر ممكن انها تتحل بشكل رقم يعني احنا عندنا الزحم والركنة كل دوت يتحل بشكل رقمي الكوروبشن يتحل بشكل رقمي النهاردة انا كان في كان في يعني زي ما تقولي ايه ان المستخدم مش متشجع او ان يستعمل الموضوع رغم ان الدولة في مناحي كتيرة جدا عملت منصات تأدي شغلها رقميا لكن كان في ما كانش في استعدادية من قبل الشعب بالكامل النهاردة الحاجات دي ومن ضمنها التعليم هنضطر غصبا عن عنا نشتغل به ما عندناش بديل النهاردة انا ما عنديش بديل غير ان انا اه فبالتالي انا حتى لو السيستم دو في اي اصلاح مطلوب هصلحه واشتغل طالما ان هو خلاص بقى كل الناس مضطرية ان هتستخدمه يبقى اذا انا هشوف المشاكل اللي عندي وابدأ اصلحها وبكده انا يعني عدت حاجز رهيب جدا وعدت يعني عند كبير جدا من اولئة الامور ومن ومن الاسدزة اللي بيدوا دروس خصصية ضد ان التعليم يكون عنهم بس كمان عندنا مشكلة نت يعني الحقيقة ان النات لما بتقطع لما بقى فيها مشاكل يعني انا مثلا ابني راجع من برة فبيسأول سؤال بيقوله للنات عندكو اخبارها ايه انا عندي مذاكرة كتير اونلاين انا عندي كلاسز اونلاين انا عندي امتحانات اونلاين برضو دي ممكن تبقى عائق يعني امام ايضر وورك او بالزبط او حتى المذاكرة المذاكرة او الشغل هي دي التحديات التحديات حاجتين اولا ساعة المصورة بتاعة الانترنت اللي دخلي وانا شفت المداخلة اللي عملتها مع وزير اتصالات مبارح اظن ان احنا الاسبوع الجايزة ما هو وعد انها يحصل اتساع جيد للشغل علما ان احنا الفترة اللي فاتت الانترنت كسرعة تحسنت جدا يعني انا شايف ان احنا الانترنت في مصر السنة اللي فاتت عملت نقلة في السعة تحسنت طبعا بس طبعا لدي جت ان انا مقاعد كل الناس في البيت سواء في انترتينمنت او شغل فطبعا دوت بيستهلك المصورات الرئيسية اللي بتدخل النت ضروري ان احنا انت عارفة كانوا بيقيسوا بتاعة الاقتصاد بقدي ايه انترنت دخلي يعني كل ما تستهلج الانترنت اكتر كل ما ده له علاقة بالجي دي بي بتاعك فدي من ضمن حسنات الكورونا ربنا يكفينا شرها اه ربنا يكفينا شرها اللي حاجة اللي عايز اقولها كمان في حاجة تانية عايز اقولها قبل ما تقفلي هو ان احنا عندنا تحديات تشريعية يعني ايه يعني انا النهاردة مثلا شركة زي شركة فاليو دي بتعمل تسليف ضروري انضي ورق عشان يديني عملية التقسيط اللي هو بيعمله التشريع منعه انه يعمل الكلام ده بشكل الكتروني كامل يعني انا بطلب التقسيط بنفزه بيتم الموافقة خلاص ضروري يبقى فيه ورقة في النص انا برجو من خلال بردمجك من البنك المركزي ومن الجهات المعنية ان هي تتيح تشريع سهل لاستخدام التوقيع الرقمي او ما شابه بحيث ان احنا نلغي تماما فكرة وجود ورق ومحتاجة منه ويكون مؤمن يمكن اقوى كمان من الورق الحاجة التانية اللي انا عايز افتن بيها هو ان ما بعد الكورونا احنا ما بعد الكورونا نتوقع ان الاقتصاد الرقمي هيبدأ يزيد بشكل عاي جدا ولكن هيقف قدامه عاقق مهم جدا هو ان احنا بدأنا عالميا ننبذ العولاب يعني فكرة الاعتماد على الاخر على الاقتصاد الاخرى وصلنا عندهم وهم يعملوا لي دي هتبقى فيها شوية مشاكل واظن ان احنا نحتاجين ان احنا نعتمد على ذاتنا في تصنيع بالذات ما هو براميجي او صفت وير يعني نعم نعم انا بشكرك شكرا جزيلا مهندس موسفى ابو جمرة خبير تكنولوجيا المعلومات واكيد يبقى عندنا لقات اخرى ما بعد يا رب تنزح الكورونا بلينا لقات لان العالم ما بعد الكورونا هو عالم متغير جدا لن يكون نفس العالم